السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير في الفيديو التالي اليوم سنقوم بمملاحة بزاف بنينة ومميزة كما المملاحة في هذه الوصفة سنقوم بخبز تاكوس بطريقة سهلة و بسيطة و يجيكم ناجح من اول تجربة و نقوم بمملاحة المحشية اللي هي الكوغني سنقوم بزاف بنينة بالنسبة لهذه الوصفة سنقوم بزاف بنينة خبز تاكوس نحتاج ثلاثة كيسان فارينا و الكاس دائما يكون ممسوح و الحجم التاعو 220 مللتر نزيد عليهم 4 مغارف كبار زيت ما يعدل 4 كاس وعندي مغرفة صغيرة تكون ممسوحة نسيك فاش نبسس هاد الفارينا هكا غير بالاصابع برق و بعد جبت كاس حليب و بعد جبت كاس حليب ليس حليب دافي عادي و نضيف حليب و نضيف حليب و نضيف حليب و نضيف حليب حتى نحصل على عجينة طريية معجز و ايجاب متعدد و نظيف حليب و لايجب واحد و ممسوحة ممسوحة النبي نضيف حليب نضيف حليب في هذا الوقت نحن نحضر الحشو الحشو نحتاج كمية فيون داشي ولا تحبو دان داشي ولا مرسو مصدر ترحوه وعندي حباز ورودية كبيرة سكرفشتها في الرقيق حبابصل تكون متوسطة قطعتها مورباعد ونحتاج ثاني كل الزيت والتوابل عندي كوركم وفلفل حل وراس الحانوت هدا راس الحانوت التوابلي راح يعطيكم واحدة البنة للحشو هيلة ونحتاج ثاني كل الملح وللجبن تحبو ديرو تع الموثلاثات ولهذا تع القطع هكا لي جين كبار طريقة التحضير سهلة جبت هنا مقلة ندير فيها وحد زج مغارف الزيت ونحط هذه الحبات على البصل ونقليها ملاح البصل تكون متسكر في جوش قطعها كمورباعات نقلي هات البصل غير نشوفه بداية دبال نزيد عليه زرودية ونزيدنا نقلي هات زرودية مع البصل حتي دبال ولي شوية ونزيد عليهم الحمرحي هنا الكميات على الحمرحي ماشي بزاف تير وغير شوية كومية ونقلي بزاف ونزيدة الملح وشوية فرفل وكركم ونقلي هنا ونقلي ملح ونضيف الملح وشوية فرفل وكوركم ورأس الحانوت كما شفتوني في الفيديو تاع الحريرة وتاع شربة فريك كنت خدمت بهاد لاماك تاع توابلي ويقول لكم بلي هاد التوابل بزاف شابين والحاجة اللي عجبتني فيهم كتارا هي الومبالاج مشي معندها الومبالاج اني نقول لكم شباب هو صح شباب بصح الحاجة المميزة هاد الكيس اللي مخدوم بالالومنيوم للداخل غدائي مية بالمية وماشي شباب اللي يتباعوا براجين محطوطين فيه صاشيات معرضين للأكسادة لخطر شعلاش كيكون صاشي تاع بلاستيك وتوابل داخل هادوك توابل غير يتعرضوا للضوء خلاص يفقدوا كامل اللي بدنا اللي فيهم ويفقدوا كامل القيمة تحم كما قولوا القيمة الغذائية تحم تنقص هادو لانا الكيس مخدوم بالالومنيوم كما راكم تشوفو عازل للضوء للحرارة للهواء وهدي يعني حاجة مليحة بلوس بزاف بناء يعني على ضمانتي حطيت هنا كما شفتوني راس الحانوت وزيت قليت شوية وزيت فص واحد تاع التوم منسيت مقبيلة ما ذكرت لكم ش هاد الفص تاع التوم مع المقادر نقليهم وبعد نجيب وحدة ربوع كاس هكذا كتاع الماء يكون سخون تكترون الماء حتى لا يجيكم الحشو صامت وبعد نغطي على هاد المقلة ونخلي الحشو تاعي طيب حتى ينشف من هاد الماء ونحي عليه هاد لغطة تاع المقلة هنا نشفه بعد ما خليته حتى 5 سقايق الحشو تاعي يراه طيب وراني نشف في هكا من شوية تعلم ما ليبقى فيه برك لازم الحشو تاعكم مايكونش مشمخ باش المملحة تاعكم جيكم كما اقولون مش مشمخة هنا قبل ما نطفي النار حطيت هاداك المقصوطة الفخوماج ونسي كفش ندوبو لنشف وحيبوا تدربوا اي نوع خماج يكون عندكم تقدروه ومم يحب التضيد تقدروا زيتون تقدروا زيتون مقطع رقيق حشو تاعي يرهوطاب سنحطوه بجيه ونعود نولي لعجينة بعد ما ارتاحت هالك العجينة تاعي بعد ما فاتعيها مصنص ساعة نشوف كيف حشو تتلقر حشوية وليطرية على اللي كانت نديرها هكا حربوش ونقطعها لثمانية هنا كان عندكم الميزان ووزنوا هاد القيطة باش قم بعد الخبز تاعكم يجي كامل الحجم تاعو كيف كيف ولا ما كانش عندكم نورما نديروا عينكم ميزانكم هنا شديد كل القسم وديرتو كورايا هامليك جوني ثمانية رح نزيد نغطيهم نخليهم يرتاحوا هنا غير شوية وحدة لخمس دقائق برك ونبدأ نخدم نخليهمش هنا يطولوا بزاف لا خطرش ما فيهمش خميرة باش نقولوا يخمروا ولا غير يرتاحوا برك هنا بعد ما ارتاحوا اتبعوا معايا مليح باش تنجحوا هنايا في الخبز تاعكم شديد كورايا ملعجينة والباقي عاود تغطيتهم رشيد طاولة العامل بشوية عفارينة ونبعد نشد العجينة التاعي ونبدأ نحل فيها وكل ما نحلها نعاود نرفضها ونزيد نعاود نحلها حتى نحلها حتى نحلها حتى نحلها حتى نحلها رقيقة ملعجينة تاعي كيفاش سمك تحييجي هنا خلص نحن نوجه طاجين ولاكش مقلة تكون كبيرة نديرها على نار متوسطة ونبقى نمس فيها حتى نحسها باللي راه يسخونا عهادي المقلة باش نحط الخبز تاعي هذا خبز تاعكوس بينسو لو كان تكون المقلة تاعكم بردة ويطيبلكم على نار قليلة سوف يجيكم يابس حجرة و لو كنت تزيدوا النار بزاف سوف يتحمر لكم تمتم و ثاني يجيكم يابس لازم النار تكون متوسطة وتبقوا غير تحركوا فيه وتحركوا وتحركوا وتقلبوا شوفوا راني غن نقلبه نزيد نعود ندوره و نعود نزيد نقلبه وهي رايحة راكم تشوفوا يبدأها كيفية كيفية نبولات هكه هنا عندها الخبز ناجح 100% و نشوفوا راني نبقى هكه غير وقفة قدامه و ندور و نقلب و بعد هنا غير تشوفوا هكه بداية تحمر غير شوية غير نقاطي هكه بركة حمورة هنا خلاص راهو طايب غير تنحوه مباشرة تحطوه فيه طرشونة و طرشونة داخل ساشي شوفوا انا هنا بعد ما طيبته ما طيبتش كامل الكمية و كنت مزروبة حبيت نوري لكم شوفوا كيفية طيبتش درتو في طرشونة شوفوا كيفية نطبقه و كيفية نوري لكم باللي ما جاش يابس و ما جاش يتكسر و قلتلكم هاد الوصفة ناجحة و مضمونة المهم تبعو كامل الخطوات و كيفية نطبقه نكمل الوصفة شوفوا شديت وحده دائرة من هاد الخبس على التاكوس جبت مقص و نقسمها على زوج بهاد الشكل و بعد نشد كل القسم و نديروها كما الكورني نبقى غير نورولي 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 حتى نتحصل على كورني هكه و كيفية نورولي و اتحصل على كورني و نقسمها و نقسمها و بعد نشد لفخص هاداك الحشو اللي خدمته هنا جيت نخدم بمغرفة كبيرة ما ساعدتني اشجبت مغرفة صغيرة اخر كي نطبعو حتى اللي تحت يهبط لي الحشو نعمر هاد اليكوغني حتى اللي فوق و كل ما تدخلو الحشو يزيرو عليه ملاح الداخل ما تخافوه ما يجيكمش مفتت ما دام فيه الجبن حيجي شد روحه و هاولي كي عمرتو و بعد احنا عندي حبة تاع البيض اللي كنت ضربتها و درت لها قرصة صغيرة تاع الملح نجيب بنسو و نحطها كشوية تاع البيض و نغلق و نغلق 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 شفتوا هاد المملح هاش حال سهله و صدقوني بنينا بزف بزف اني حبتكم كامل تجربوها زيت هنا وحدة معاكم باش هكا تكون عندكم فكرة دايمنش تدو الخبسة نغلق نغلق و لا تنسوش كي تحشيوه لازم تلسقوه بالبيض حتى نكملهم كامل حتى نكملهم كامل هنا خدمت معاكم كمية للسقط هادو و بعد وش جبت خبز يابس رحيتو فروبو و فرقتو في تبسي كبير باش جيني الخدمة سهله مهم هذيك الحبات تاني كفرقتها في تبسي و بعد نشد هادو كورني نرمدوهم في البيض و نزيد نديرهم فلا شابلو هاد الشكل هنا لازم ترمدوهم كامل نكملهم كامل بنفس طريقة و بعد نروح نقليهم هنا جبت مقلا ديرت فيها زيت و على نار متوسطة غير بدا زيت تاعي هكا يغلي نحط فيهم احنا سيوك يطيبوهم حمروهم شوية باش جيكم يقرمشو و كما قلت لكم لازم يطيبو على نار متوسطة لو كانت تكون النار قليلة حيشربوا لكم الزيت و جيكم زيتين بزاف و لو كانت زيدوا للنار حيتحمروهم برا و يجو رحي محروقين ميجوش بنا شوفوا انا على نار متوسطة و راني مره على مره نسي نقلبهم باش يتحمروه على كامل جيهات يجيني لون واحد بعد احنا يا خلاص طابو رح نحطهم فوق ورق مص باش يتنحلي الزيت بزاف و نقدمهم هنالي كوغني تاعي بعد ما طابو و حطيتهم في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا و الشكل تحهم بزاف بزاف شباب يعني هنالي كوغني سهلين ما فيهم والو بصح الشكل تحهم و البنة روعة تقدروا هنالي كوغني تديروهم في مناسباتكم كيجوكم ضياف تقدروا في رمضان وتقدروا تديروهم حتى بلا مناسبة كما نقول غير معلاسوب شوفوا هناكي قسمتهم معاكم جات واحدة قرميشة هيلة و الحشو جا بزاف بنين نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها اذا جربتوها بعتولي تطبيقاتكم على الانستغرام دو كاما بقالي غير نقولكم تهلو في روحكم معا سلامة